السلام عليكم ورحمة الله في هذه الحلقة سأقدم ملخص قصة أهل الكهف قد اقتبستها من موقع موضوع تتمحور قصة أهل الكهف حول مجموعة من الفتية وكلبهم الذي كان يرافقهم حيث كانوا يعيشون في قرية يحكمها حاكم كافر جائر وكان أهل هذه القرية ضالون ومشركون يعبدون الأصنام ويدافعون عنها ويقدمون لها القرابين ويقدمون كل من تطاول عليها فكان هؤلاء الفتية تفكرون في خلق السماوات والأرض ويستنكرون أن تكون هذه الأصنام هي من خلقت هذا الكون العظيم فهم كانوا يؤمنون بإله أكبر من هذه الأصنام العاجزة فرفضوا السجود لهذه الأصنام فساعدهم الله وتبتهم على إيمانهم وهدهم فحاول هؤلاء الفتية إقناع أهل القرية بعدم السجود للأصنام وعندما سمع الملك بخبرهم أهضر دمهم وأراد أن يقتلهم جميعهم فما كان منهم إلا أن شدوا رحالهم وخرجوا من القرية الفاسقة ليتمكنوا من عبادة الله وطاعته فهداهم الله إلى كهف يأمنوا فيه وخرج أهل القرية للبحث عنهم ولكن الله أضل طريقهم وأعمى أبصارهم عن الكهف وعندما وصل الفتية إلى الكهف استلقوا فيه ليناموا ولكن المعجزة كانت بأن الله أنامهم لأكثر من ثلاثة عقود وكانت حكمة الله في الأرض أن جعلهم يتقلبون خلال نومهم حفاظا على صحة أجسادهم وحجب عنهم أشعة للشمس الحارقة بعد هذه القرون الثلاثة أيقضهم الله فأحسوا كأنهم ناموا يوما واحدا وعندما خرج أحد الفتية إلى القرية وجد أنها تغيرت وعندما رأاه أهل القرية استعجبوا لشكله ولتيابه وللنقود التي يحملها وإقنى عندها أهل القرية قدرة الله تعالى بعد أن رأوا المعجزة بأعينهم فآمن أهل القرية بالله تعالى ومن بعدها أمات الله الفتية مرة أخرى لتبقى قصتهم الخالدة دليلا على قدرة الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله